نسلم عن أنواع غسول مختلفة من ماركات مختلفة مو شرط تلتزمون بالماركات اللي بحطها لكم لكن اخذوا نفس الصفات من أي بران تابونه طبعاً لما نروح حق البشرة المختلطة أو البشرة الدهنية نقدر نستخدم غسول نترجينة كمثال في أي غسول ثاني نفس الصفات اخذوا مو شرط نترجينة مثل نترجينة عندهم بخط أسود في أحماض الفواكه زين حق البشرتهم مختلطة دهنية أو دهنية مختلطة أما إذا كانت شديدة الدهنية حيل دهنية نستخدم نترجينة اللي فيه خط أحمر يكون فيه سلسلك أسد 2% يكون حيل جفف فيصلح حق البشرتهم حيل دهنية أما إذا كانت البشرة حساسة أو جافة نستخدمهم بيودير مالوردي هذه خيارات مختلفة بالنسبة للناس اللي مثلاً بشرتهم دهنية أو مختلطة وقاعد يحطون كريم تقشير بالليل شنو الغسول المناسب اللي يستخدمونها يستخدمون أيضاً بيودير مالوردي حتى لو كانت البشرة مختلطة أو دهنية أمنى الشخص يأخذ دفرن آكرتن أو أي كريم تقشير بالليل لازم يوازنها بغسول يكون مرطب مثل بيودير مالوردي عشان يوازن الجفاف اللي راح يحصل للبشرة من التقشير حتى اللي يأخذون الرؤوكتان يستخدمون بيودير مالوردي عشان يرطب البشرة ودائماً تذكروا أي نوع من نوع الغسول تستخدمونه لازم تستخدمون بعد على طول كريم ترطيب لازم ترطبون البشرة بعد استخدام دائماً الغسول بالنسبة حق اللي يسئلون منه أفضل الصابون أو الغسول طبعاً الغسول دائماً أفضل من الصابون الغسول معقم أكثر ويفيد البشرة أكثر من الصابون اللي ممكن يضر البشرة أكثر مايفيدها